حذر المدير العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطيني نوروى فيليب لازاريني من أن الوكالة التابعة للأم المتحدة مهددة بالموت بعد أن أوقف عدة مناحين تمويلهم بسبب مزاعم إسرائيلية بأن بعض الموظفين شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر وصرح لازاريني أن مصير الفلسطينيين في غزة على المحك على المدى القصير حيث يمرون بأزمة إنسانية لم يسبق لها مثيل على الإطلاق الأونروا مهددة بالموت ومعرضة لخطر التفكيك هكذا أطلق المدير العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني ناقص الخطر من شحي تمويل الوكالة الدولية تحذير جاء في إطار تواصل المزاعم الإسرائيلية بأن بعض موظفيها شاركوا في أحداث السابع من أكتوبر الماضي وجرى إطلاق عملية مراجعة مستقلة لأنشطة الأونروا تحت قيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا التي بدأت مهمتها في منتصف فبراير ومن المتوقع نشر التقرير النهائي لها الشهر المقبل أزمة كبيرة تواجه الأونروا التي تقدم مساعدات وخدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وفي أنحاء المنطقة منذ أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة بالمشاركة في أحداث السابع من أكتوبر ودفعت الاتهامات عدة دول من بينها الولايات المتحدة إلى تعليق تمويل الوكالة بينما أعلنت كندا والسويد أنهما ستستأنفان تمويل الوكالة وهو ما وصفته إسرائيل بأنه خطأ فادح وبعد ظهور المزاعم الإسرائيلية طردت الأونروا بعض الموظفين قائلة إنها أقدمت على ذلك لحماية قدرتها على تقديم المساعدات الإنسانية وفتحت الأمم المتحدة تحقيقا داخليا مستقلا الأونروا في تلك الأثناء أكدت في تقرير لها أن بعض الموظفين الذين احتجزهم لاحتلال الإسرائيلي أفادوا بعد الإفراج عنهم بأنهم تعرضوا لضغوط من السلطات الإسرائيلية ليصرحوا كذبا بأن موظفين شاركوا في أحداث السابع من أكتوبر وتدير الأونروا مدارس وعيادات وخدمات اجتماعية أخرى في غزة كما توزع المساعدات الإنسانية وأعلنت الأمم المتحدة أن نحو 3000 موظف لا يزالون يعملون على تقديم المساعدات في القطاع الذي تقول أن ربع سكانه وهم نحو 576 ألف شخص على بعد خطوة من المجاعة